مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقات جديدة من برنامج سين المال والعمال أنا بيلي أحييكم من شانهائي تدمت الصين ودول العربية بالعلاقات التعاونية الوثيقة في جانبها الحضاري العريقة والتكاملها اقتصادي ظلت تحافظ الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري للطول العربية لسنوات أضيد والأساس تعاون تقريدي في مجال الطاقة يتدور اليوم تعاون الصين العربي في مجالات جديدة ورائدة مثل ابتكار العلم وتكنولوجيا والتسنيع المتقدم وزراء الحديث تدورا سريا وشاهد هذا اتجاه الثنائي لاستثمار على أن التعاون الصيني العربي يترقى باستمرار وفي حلقتنا اليوم سنصل تطول العلاقات التعاونية بين الصين ودول العربية والفرصة العالمية من تعميق الإصلاح في الصين في العصر الجديد وسنناقش هذا الموضوع اليوم في ستوديو شانهاي مع ديوفنا وهم دكتور وان قوان دعا من مركز دراسات السين العربي للإصلاح والتنمية مرحبا بكم دكتور وان مرحبا بجميع أهلا وأيضا نرحب بدكتور جافر أحمد سفير سوداني سابق في السين مرحبا بكم دكتور وأيضا نرحب بدكتور حسن أبد الله دعجة رئيس قسم الإعلامي والدراسات استراتيجية بجامع حسين بن دلال وبحث زائر في مركز دراسات السين العربي للإصلاح والتنمية مرحبا بكم دكتور مرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام أهلا وسهلا وقبل حديثنا مع ديوفنا اليوم لنتابع تقرير تالي أولا إن طبيعة الأعمال هي جلب القيمة أنشطة الأعمال في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة حيث المستهلكون العالميون التجارة، الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا الفائقة، العقارات، الاستهلاك نقدم نظرة موسعة عن الأعمال الدولية وكيف تغطي العالم كله وتؤثر فيه وتترابط معه صين المال والأعمال فقط على CGTN العربية سؤال الأول نتواجه إلى دكتور حسن دكتور حسن نعلم تعاض من دقة دلتة نقر ينغذي واحدة من مناطق التي تتمتع بتمية اقتصادية أكثر ديناميكية وعلى درجة من انفتاح وأقوى قدرة على ابتكار علمي وتكنولوجيا في الصين وأيضا شانها هي مدينة رائدة في إصلاح وانفتاح في الصين ما هو انتباعكم عن مدينة شانهاي؟ الحديث عن شانهاي ليس سهل لما تتمتع به من واجهة اقتصادية استثمارية علمية تكنولوجية على مستوى الصين وعلى مستوى العالم يعني إذا أخذنا على سبيل المثال في عام 2023 حققت المدينة ناتجا محليا إجماليا بمقدار 4.5 تريليون إيوان ما يقدر بحوالي 660 مليار دولار في عام 2023 إذا نظرنا إلى ارتفاع مستوى الدخل الفرد في شانهاي نجد أنه ارتفاع 6.6 ليصل إلى أكثر من 85 ألف إيوان وهذا يعزز ويستقطب الكفاءات في شانهاي أيضا شانهاي تحافظ على ريادتها العالمية في قطاع الموانئ في عام 2023 تعامل ميناء شانقهاي مع تقريبا 50 مليون وحدة الحاويات وهذا عزز مكانتها كأكبر ميناء شحن دولي على مستوى العالم وحافظ على الرقم واحد لأربعة عشر سنة على التوالي أيضا على سعيد التجارة الخارجية سجلت شانقهاي حجم تجارة بلغ تقريبا 4.2 و1 تريليون إيوان في عام 2023 بزيادة مقدارها 0.7 هذا النمو تجاوز المتوسط المتعارف عليه أيضا تعد شانقهاي من أكبر المدن عالميا من حيث حجم التداول للبرصة العالمية بلغ حجم التداول في السوق المالي للمدينة بمقدار 3.37 كولدريليون إيوان في عام 2023 والكولدريليون تقريبا يساوي مليون مليار وبالتالي سجلت رقم مرتفع على مستوى العالم بشكل عام أيضا احتلت شانقهاي المركز الخامس عالميا ضمن معشر الابتكار العالمي لسنة 2023 وهذا يعكس دورها كمركز استقطاب عالمي للتكنولوجيا والعلوم وأنفقت منطقة شانقهاي ما يقارب 4.4 من الدخل الجمالي لها على البحث والتطوير أيضا شهدت شانقهاي طفرة ملحوظة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث وصلت إلى أكثر من 24 مليار دولار لعام 2023 متجاوزة تقريبا الحد لـ 20 مليار لأربع سنوات مضت أيضا تصديف شانقهاي أكبر عدد من المقرات الإقليمية والشركات متعددة الجنسية العابرة للقارات بلغ عددها 662 مقرا في عام 2023 إضافة إلى 561 مركزا للبحث والتطوير تموّلها الشركات الأجنبية إضافة إلى ذلك أصدرت مدينة شانقهاي ما يقارب نصف مليون تصريح لعمال أجانب للعمل في شانقهاي واحتضنت أكثر من 12 ألف أجنبيا حاصلين على تصريح إقامة دائمة إضافة إلى أن مدينة شانقهاي ومنطقة شانقهاي استقطبت أكثر من 270 ألف طالب سيني عائد من الغرب ومن الخارج وهذا يدلل على مدى أهمية هذه المدينة في استقطاب الكفاءات أما فيما يتعلق بالطاقة النظيفة وهذا ما شاهدته ولمسته في مدينة شانقهاي يعني معظم السيارات الموجودة هي تعمل بالطاقة الجديدة بالكهرباء ويعني تقريبا بلغ عدد السيارات في مدينة شانقهاي مليون ومئتين وثلاثمائة ألف سيارة موجودة في شانقهاي إضافة إذا نظرنا إلى ترتيب المدينة وتنظيم المدينة نجد أنها منظمة ومخطط لها بطريقة تستوعب وتستقبل كل القادمين إلى هذه المدينة من أجل الاستثمار لأن شانقهاي يعني تعتبر مدينة عالمية تعتبر واجهة الصين إلى العالم بوابة الصين للعالم وبوابة العالم إلى الصين بالتالي الحديث عن شانقهاي لا ينتهي عند هذا الحدود الكثير ممكن أن نتحدث فيه عن مدينة شانقهاي شانقهاي إضافة إلى عدد الجامعات الموجودة في مدينة شانقهاي نسبة إلى عدد الجامعات في المدن الأخرى هو مرتفع جدا عدد مراكز التطوير والبحث في شنقهاي يعني أيضا طوير جدا مشروع التكنولوجيا الحديثة في الجي سيكستي وقمنا بزيارته بتنظيم من المركز كيف وجدتهم؟ نعم المركز الصيني العربي الإصلاح والتنمية وجدنا أنه شيء متقدم وسابق على التكنولوجيا التي تصنعها الغرب وهذا يثير حفيظة الغرب بأن الصين تتقدم على الغرب في مجالات كثيرة ومنها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي شاهدنا الأقمار الصناعية المعروضة هناك شاهدنا الأجزة الطبية الحديثة التي تعمل كمديل للأجزة الغربية لإنتاج الخلايا الجذعية موجودة هناك شاهدنا الابتكرات الحديثة التي لم تصل إلى بال وخيال الإنسان ليراها في هذه المنطقة طبعا ما شاهدنا لا يأتي إلا جزء بسيط جدا لم نشاهد كل الاختراعات والابتكرات لكن كان هذا نموذج لما شاهدنا فيه الجي سكستي جي سكستي أنا باعتقادي أنها تسبق الغرب والصين تعمل الآن بجد واجتهاد بفضل القيادة الحكيمة للرئيس الصيني شي جين بينك وأيضا قيادة الحزب الشيوعي للحكومة المركزية الصينية وأيضا تعاون للشعب الصيني الآن الصين أصبحت المصدر الأول للسيارات في العالم وهذا سنتكلم عنه في المحور لاحقا لكن هذا من باب التعريف في شانجهاي والصين بشكل عام نعم شكرا شكرا أنتم تقدم إلينا أرقام وبيانات ومن جوانب الشامل عن انتباعاتكم حول مدينة شانجهاي نعم دكتور وان نعلم الصين ودول العربية تستمد حكمة من حضار بعضها البعض وأيضا في القمة الصينية العربية الأولى اقترح رئيس الصيني شي جين بين زيادة الحجم وتأثير لمركز دراسات الصين العربي للإصلاح والتنمية وإقامة نموذج لتبادل التعلم واستفادة بين مختلف الحضارات واستقشاف طريقة صحيحة الحوكمة العالمية مركز الذي تقدونه ملتزم بتحقيق هذا الحدف هل يمكن أن تخبرنا عن أنشطة المركز في أيام آخيرة؟ شكرا نعمل على زيادة تأثير وحجم للمركز ولذلك لتعزيز الحوار الحضاري وكذلك تبادل خبرات في الإصلاح والتنمية والحوكمة وبالتفاصيل الأولى في إقامة دورة دراسية في النصف الأول قد قمنا ثلاثة دورات دراسية لليمنيين والسوريين وكذلك تونسيين وثاني إعداد الكفات فتم قبول أربعة عشر طالب عربي في مشروع إعداد المترجمين العرب من وإلى اللغة الصينية ثالثا تبادل إنسان أو ثقافي فقد استقبلنا أفود إعلامية وكذلك من المراكز الفكرية العربية لتبادل الأراء ووجه النظر حول تامية اقتصادية في الصين وفي دول العربية وكذلك تم عقد اجتماع الأول لرابط الصينية العربية للمؤسسات الفكرية فتم تأسيس رابط الصينية العربية للمؤسسات الفكرية تم رعاية وزارة الخارجية الصينية والأمان العامة لجامع الدول العربية وذلك لبناء منصة رسمية لتبادلات بين المؤسسات الفكر بين الصين ودول العربية وتوفير دعم الفكر لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك في العصر الجديد وكذلك لتشجيع المؤسسات العلمية من الصين ودول العربية على تعاون وتعزيز التبادلات لتحقيق التفاهم المتبادل والصداقة بين الجانبين نعم دكتور وأنا أعلم التعاون الاقتصادي والتجاري هو حجر الزاوية لتعاون الصيني العربي فبرأيكم ما هي أهمية تأزيز التبادلات وتعلم المتبادل بين حضرات لتفاة توفقة بشأن تعاون الاقتصادي والتجاري فتزاهر الحضرات بفضل التبادلات وبفضل تعلم المتبادل ففي عام 2023 ترح رئيس Xi Jinping مبادرة الحضرات العالمية على العالم لأول مرة لتشجيع جميع البلدان على العمل مع لمواجهة مختلف التخديات العالمية وتجاوز اختلافات في تاريخ والثقافة والجغرافية والأنزمة وبناء مجتمع أفضل إن تعزيز التبادلات وتعلم المتبادل بين الحضرات هو الأساس لتعزيز الثقة المتبادل وشرط أساسي لتعميق تعاون الاقتصادي والتجاري ولم يكن طريقة الحديد القديم طريقة لتداول السرعة فحسب ولكن أيضا طريقة لتبادلات وتعلم متبادل بين الحضرات كما قال سعد السفير دكتور جعفر طريقة الحديد ليس تجاريا فحسب بل هو حزام ثقافي فذلك لتعزيز تقارب بين شعبين الصين والعربي مما يعزز الثقة السياسية المتبادل وتعاون الاقتصادي والتجاري فله أهمية كبيرة في الحفاظ على بيئة ثقافية مؤاتية لتبلور مزيد من التوافق بشأن تعاون الاقتصادي والتجاري ولبناء المشتركة لمبادرة حزام الطريق نعم شكرا دكتور رواء إن طبيعة الأعمال هي جلب القيمة أنشطة الأعمال في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة حيث المستهلكون العالميون التجارة الصناعة الطاقة التكنولوجيا الفائقة العقارات الاستهلاك نقدم نظرة موسعة عن الأعمال الدولية وكيف تغطي العالم كله وتؤثر فيه وتترابط معه صين المال والأعمال فقط على CGTN العربية دكتور جافر نعلم تم عقد قيمة منتدى تعاون صين الأفريقي مؤخرا في بكين وأيضا أكدت صين خلال هذه القيمة أنها مستعدة للعمل مع أفريقيا لتنفيذ عشر خطط العمل للشراكة خلال سنوات ثلاثة المقبل لدفع تحديث بشكل مشتركة فبرائكم ما هي أهمية تنفيذ عشر خطط عمال للشراكة؟ هذا السؤال جيد جدا أولا خلينا دعنا نتحدث حول أهمية هذه القيمة هذه القيمة بالذات هي مهمة هناك قيمة كثيرة أولا هذه القيمة مهمة لأربع مسجدات لم تكن موجودة في السابق أو لم يكن التركيز عليها في التعاون الصيني الإفريقي واضح هناك تحول استراتيجي في التعاون الاقتصادي والتغني وهي أن القيمة أكدت على أهمية الطاغ الخضراء والطاغ المتجددة هذا المجال جديد للتعاون هذا المجال في السابق في كل خطة العمل الإفريقي الصينية وفي كل الغمم يكون هناك كأحد المجالات ولكن في هذه القيمة حدث تحول استراتيجي في طبيعة التعاون أو الصين في هذه القيمة أعلنت عن 30 مشروعا للطاغ النظيفة أو الجديدة في جميع أنحاء الغارة وهي طبعا فرصة مهمة للمنفع المتبادلة ولكن هذا يحكز تحولا مهما في التعاون في هذا المجال للثلاث سنوات الغادمة السبب الثاني لاهتمام بالقطاع الخاص لدى الطرفين في تقديري الاقتصاد القطاع الخاص يجب أن يكون له دور مهم جدا جدا في التنمية والاستثمار والتعاون بين الصين والدول الإفريقية حتى بين الصين والدول العربية في هذه الغمة أعلن الطرفان الصين والإفريقي أن القطاع الخاص سيلعب دور حيوي هذه مستجدة جديدة ثلاثا الصين أيضا في هذه القمة كان هناك كثير من المغالات والدراسات قبل هذه القمة تشير إلى أن الصين لم تعد تستطيع أن تقدم مساعدات كبيرة للقارة بسبب الوضع الاقتصادي الدولي ولكن الصين انفاجأت الجميع أنها قدمت أيضا 50 مليار دولار كخطوط ائتمان وإستثمارات على مدى السنوات المغبلة ولكن الصين أيضا ده أيضا جزء من التحولات الاختصال الداخل الصين تحدث عن التحديث التحديث الشامل هذه الخمسين مليار دولار سوف يتم استخدامها في عملية التحديث الشامل الصين ستكون جزء منها رابعا كما ذكرت التزم التصليم بتنفيذ 10 خطط مهمة جدا جدا أيضا هذه الخطط أعتقد هي تدفع باتجاه التحديث في الغارة دعيني أقرأ للمشاهد الكريم الخطوط العامة لهذه الخطط لأنه يجب أن يدرك المستمع أهمية هذه الخطط أولا خطة التعاون الصناعي تعزيز التعاون الصناعي في إفرغيا وذلك بتقديم مزيد من التكنولوجيا ومزيد من الخبرات ومزيد من الخبراء الصينيين في جميع نحال الغارة التعاون في مجال البنية التحتية وهذا مفهوم وهذا تعاون قديم ولكن هذا المرة سيكون مركز على السكك الحديدية والمطارات والمواني ثالثا خطة تسهيل التجارة والاستثمار سيكون هناك تسهيلات كثيرة خطة التنمية الخضراء خطة التعاون المالي خطة التعاون في مجال تنمية القدرات البشرية خطة التعاون في مجال الصحة في هذا المجال الصين ستبني عدد جديد من المستشفيات في معظم الدول الإفراغية خطة التعاون في مجال التبادل السغافي والشعبي خطة التعاون في مجال السلم والأمن وخطة التعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا هذه العشرة ولكن تحدثت مع عدد من السفراء الأفارغة في اليومين الآخرين أن ما هو الخط الذي يربط هذه العشرة أهداف هم جميعا أكدوا أن هذه العشرة أهداف تعمل على دفع عجلة التحديث الاقتصادي في القارة ربما يسأل أحد المستمعين كيف يمكن أن تدفع هذه العشرة نقاط المهمة عجلة التحديث يعني مثلا أعطي مثلا في خطة التعاون الصناعي هي تدفع إلى نغل الصناعات الصينية للقارة الأفريقية وأيضا طبعا نغل التكنولوجيا التعاون في البنية التحتية هذا مشروع مستمر حول القارة الأفريقية إلى منطقة استراتيجية للطرق واللوجستيك طبعا خطة تسهيل التجار والاستثمار وخطة التنمية الخضراء خطة التعاون المالي أهم في نقطتين مهمتين جدا في التحولات في القمة الأفريقية الصين أعلنت أن التعاون بين الصين وفريقية يجسد التعددية ولا يعتبر حصريا يعني الصين فتحت أيضا المجال للدولة الفريقية للبحث عن مجالات تعاون مع قوى دولية مختلفة الصين أيضا أكدت أنها ستقدم دعم أقوى بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للطرفين نعم حسب تحليلكم ما هي فرص طبعا فرص وتحديات في نفس الوقت وحسب وجهة نظركم ما هي الفرص من خلال عملية التحديث الفرص كبيرة جدا وهذا أيضا متعلق بالعلاقات الصينية العربية لأن هناك ثمانية دول عربية في هذه المجموعة الفرص كبيرة جدا التحديث سيعزز من تحسين الفائضة التجاري بين الصين والدولة الفريقية التحديث سيجعل من قطاعات التصدير المرتبطة بالتحديث الزراعي والمرتبطة بالتحديث الصناعي ستتحول إفريغية هذا النقاط ستتحول إفريغية إلى مركز كبير جدا للتصدير إذا كان الزراعي أو إعادة تصدير للمواد الخام بالقيمة الإضافية نعم شكرا دكتورة على قراءاتكم حول هذه الأشعر خطة نعم نتواجه إلى دكتورة حسن دكتور حسن قبل قليل عندما تحدثتم حول انتباعكم حول مدينة شانهد تذكرتم حول سيارات بدقة جديدة وأيضا نعلم في عام 2023 وصل حجم التبادل التجاري بين الصين والأردن إلى 5.8 مليار درار أمريكي وظلت الصين أكبر مصدر للوريدات للأردن كما تحتل سيارات الطاقة الجديدة الصينية ما يقرب من 80% من حصة السوق الأردنية يمكن رؤية أكثر من 10 علامات التجارية الصينية لسيارات في الشوارع الأردن ففي عام 2023 وقعت صين والأردن مذكرة فهم بشأن تعاون في بناء المشتركة للحزام والطريقة كشريك جديد للحزام والطريقة ما هي المجالات التي ترون فيها أكبر إمكانات تعاون بين الصين والأردن؟ نعم أنا باعتقادي أن علاقة الصين والأردن هي قديمة جدا تعود لعام 1977 عندما أسست لعلاقة دبلوماسية بين البلدين وكان هناك زيارات دائما متبادلة بين قادة الدولتين هذا يدلل على أن العلاقة الصينية الأردنية هي قوية جدا وهي دائما مستمرة في التحديث وتطوير هذه العلاقة في جميع المجالات وكما ذكرت آخرها كان توقيع مذكرة التفاهم حول المشروع المشترك في الحزام والطريق في 29 نوفمبر 2023 العام الماضي لكن هذه ليست الحدود الجديدة للعلاقة وإنما هذه استمرار للعلاقة الأردنية الصينية إضافة إلى ما ذكرنا أن الزيارات الملكية للصين تعدت وصلت ثمن مرات الملك عبدالله الثاني زار الصين منها أربع مرات في عهد الرئيس شي جينبينغ والتقى به في الصين في عدة مناسبات وهذا يدلل على متانة وقوة العلاقات الأردنية الصينية في هذا الجانب أيضا الصين والأردن وقعت مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في التبادل الاقتصادي لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين وهذا يدلل على حجم التبادل التجاري الذي وصل إلى ما يقارب 6 مليار يعني عام 2023 وهو بازدياد مجالات التعاون التجاري الاقتصادي الاستثماري بين الصين والأردن أيضا هناك مشاريع الطاقة وبنية تحتية تقوم بها الصين في الأردن وهذه المشاريع مثل مثلا استخراج مشروع العطارات لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي الصين تشترك مع اتلاف شركة ماليزية وشركة أستونيا مع الصين في إنتاج الكهرباء وتوليد الطاقة من الصخر الزيتي وهذه من المشاريع الناجحة جدا التي وفرت الكثير على الخزينة الأردنية وأسهمت في رفض الطاقة الكهربائية من خلال الموارد الداخلية في الأردن وهذا يعني يعطينا استغناء عن استيراد النفط لتوليد الطاقة أو الغاز من جهات أخرى إضافة إلى أن هناك شركة صينية أخرى التي هي CTGI لتوليد الطاقة من خلال الرياح ومن خلال الألواح الشمسية مزارع الألواح الشمسية في مناطق من جنوب الأردن أيضا هي تسهم في رفض الأردن في الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الأردن يسعى بعام 2030 إلى أن يكون حجم الطاقة المتجددة أكثر من 50% وهذا يدلل على مدى ومتانة العلاقات بين الأردن وصين إضافة إلى أن الأردن مركز جغرافي استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط يعني هي بوابة لأوروبا وأفريقا وهي مركز ثقل في آسيا هذا يدلل على أهمية الأردن لمشروع الحزام والطريق الذي يأتي عبر الخطوط البحرية سواء البحر الأحمر أو عبر الخط البحري البري من خلال العراق وسوريا في هذا الاتجاه إضافة إلى أنه إذا تكلمنا عن السيارات في الأردن هناك تم اتفاق مع الشركة الصينية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن مع شركة المناصير الأردنية شريك جويند فنتشر مع شركة المناصير الأردنية شركة معروفة ومشهورة في الأردن وتم الاتفاق على أن تكون هذه قاعدة ليس فقط لإنتاج السيارات للأردن وإنما للمنطقة بشكل عام وأيضا صناعة البطاريات الكهربائية للسيارات وغيرها من المستجزمات التي تسهم في دفع مسيرة الإنتاج سيارات تعمل على الطاقة النظيفة والطاقة بهذا الشكل هذا يعني مجمل بعض الأوجه التعاون بين الأردن والصين هناك مجالات كثيرة جدا حجم لنقل أيضا نضيف إلى هذا البعد الآخر اللي هو التبادل الثقافي الحضاري بين الصين والأردن هناك العديد من طلاب الأردنيين يدرسون في الصين وهناك الطلاب الصينيين يدرسون في الجامعات الأردنية ونحن سعداء بهذا التعاون بين الجانب الصيني والجانب الأردني وتتطلع الأردن لمزيد من الدفع بعملية التعاون في كافة المجالات وخصوصا في نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الأردن من خلال توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعات الصينية والأردنية إضافة إلى أن هناك وأنا أحدثك كمستشار لمعهد الحزام والطريق في جامعة بكين للغة والثقافة هناك نية لإنشاء جوردن صنيولوجي سنتر المركز الأردني للدراسات الصينية لجمع الأدب وكل الأدبيات التي كتبت عن الصين سواء في الرواية أو القصة أو المقالة أو رسائل الماجستير أو الدكتوراه ثم إيجادها في قاعدة بيانات تتبادلها مع الصين ومع المكتب الوطنية في الأردن إضافة إلى جمع ما كتب عن الأردن والوطن العربي في الصين ضمن قاعدة هذه البيانات هذا يدلل على تمتين العلاقة بين الأردن والصين وأنها خطوات دائما مستمرة لتعزيز هذه العلاقة على طول شكرا جزيلا ديوفنا الكرام حول هذه التعليقات القائمة حول علاقات تعاونية بين الصين ودول العربية ونشكركم مرة أخرى على مشاركتكم في برنامج الصين المال والعمال شكرا عزيز المشاهدي إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم اليوم شكرا جزيلا على حسن متابعتكم وإلى لقاء حلقاتنا القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة